أنا كان حلم عمري.. يعني عايش في أمريكا وغيران على بلدي أني أنا مصر المفروض تبقى أعلى من أمريكا وأم أوروبا يعني لاني.. كانت كده زمان فعلاً كانت أول حضارة في العالم وكلمة مصر للأمريكيين أو الأوروبيين بتتقال.. دي.. يقول لي أنا عايز أروح مصر رقم واحد في.. 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 في الليسط اللي كل واحد يريد أنك في أمريكا عنده لسطة عشر حاجات مصر رقم واحد ما يعني أقول لك تسعين في العلم اللي قابلتهم في أمريكا نفي حلم عندهم بيذكرونها في التاريخ عندهم فحافظينها كويس جداً يعني أنا سعيدة أن دي.. اهو دي ده.. رؤية شاب مصري جاي من هوليوود حيث البريق كله جاي شايفنا بشكل مختلف أنا سعيدة جداً أنت شايفنا بالشكل لا لا أنا ألا أسعد والله أنا أبسود جداً وفخور جداً ومستني ومحاسس أن هي خلال كام سنة هتبقى في حتة تانية خالص إن شاء الله وهن أحلى من أوروبا وأحلى 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 خطوة خطوة إن شاء الله هتزبت يعني هنخرج فاصل وبعد الفاصل ده الجزء الأولاني الرحلة الصعبة ودخل الأكاديمية ودرس الجزء التاني بقى عمل ايه في هوليوود ابتدى بقى مشوار التمثيل ازاي فاصل ونرجع نكمل مع صنفرس أحلى وأحلى وأحلى.